بدا التسجيل إن شاء الله فموضوعنا اليوم عيني الداينسيفالون اللي هو أشي يعتبر عيني الداينسيفالون هو الجزء الوسطي الجزء اللب اللبما الموجود بداخل السريبرام بداخل الدماغ فإذن it forms the center core of the brain the center core كور أشيء مثل كور الحمام بالcenter الصير فنفس الشيء هذه الداينسيفالون الداينسيفالون يعتبر center core of the four brain تبوا علي هذه إحنا لخصنا لكم شرح بها كتير حاولت ألخصها قدر الإمكان حتى تكون مفهومة عليكم فرجاء نهتمولي بهالسلايد هذا حقيقة باش محاطة بالسيربرالهمسفير يعني الآن لو نجي عليها نشوف بأنه فالصورة ناخذ مثلا لاحظ هذا الداينسيفالون يا هاي المكان وين هو وقع وقع بالcenter core يعني بالcenter بالضبط ما تسيربرام أش متكون عيني هذا متكون من الثلمس هذا وفوقاته يسمونه epithalamus وتحت يسموها hypothalamus لا أكثر ولا أقل فإذن حتى أنا أحفظ لهذه الشغلة بأنه it composed of three pair structure ليش pair structure لأنه باليمين واليسار يعني ما معناها زين موجود باليمين بالفصل يمين داينسيفالون وبالفصل يسار داينسيفالون بين آتم فراغ الفراغ هذا يسمى third ventricle اللي هو يقع بين داينسيفالون ولهذا يعتبر داينسيفالون على الحيط منه the third ventricle هذه جدا مهمة مثل ما حكيت أنه it composed of three pair structure thalamus hypothalamus تحت epithalamus epi من كلمة epithelium مثلا يعني أنشو بين epithalamus يعني فوقاته إذن thalamus فوقات epithalamus تحت hypothalamus خلص هذه الأجزاء ما لتال طيب من يش متكون هذا احنا ما كنا بأنه center حقيقة كنا بينه الخلايا كلها موجودة مالبرين بالكورتكس بالقشرة اللي هي ما تتجاوز حوالي نصف سنتيم نشوف بأنه هذا الكورتكس بي بليون of cells أما الباقي هي white matter الwhite matter من اش متألف من الالياف العصبية اللي تنشأ من الخلايا هذه بس بين الالياف أكو أجزاء grey matter تأدي function معينة من جملتها هذه dyencephalon وكذلك من جملتها لو نرجع للمحاضرة السابقة هون نشوف بين أكو عدك deep structures بتو pituitary gland hypothalamus pineal gland thalamus limpy system basal ganglion هذول كل نيوكلي هذول كل يعتبرون deep structure يعني عبارة عن grey matter موجود الداخل أو بين الألياف ما white matter إذن اللي يهمني بهذا السلايد أنه يكون لي center core male forebrane اللي هو نقصد بي cerebrum surrounded by cerebrum المسفير اعتيادي composed of three paired structures thalamus hypothalamus تحت hypothalamus بوقات طيب الكافتي مالتو اللي يقع بين dyencephalon اليمين واليسار يسمى third ventricle ويحتوي على c sf third ventricle ومن إيش يتألف يتألف من grey matter أي مادة سنجابية أي خلايا وبما أنه هو grey matter فإذن لازم يعمل function white matter هو عبارة عن فقط الياف تنقل تنقل الإحساسات تنقل الأوامر بس grey matter هي اللي تقرر في function مالتا والشي المهم فإذن between the cerebrum and the brain steam يقع هذا هو the thalamus and the hypothalamus لو تلاحظون هذه brain steam وهذه هي cerebrum وهذا center cerebrum يقع أو form brain قسم من الدماغ يعني هذا hypothalamus وهذا hypothalamus وفوق هذا الأحمر هو hypothalamus الآن ما هو الثalamus الثalamus is superior to the hypothalamus فوق الhypothalamus and inferior to the cerebrum طبعا تحت الcerbrum وفوق الhypothalamus هذا هو الثalamus أشن وظيفته it is the main relay station for sensory impulses accept smell يعني كل الأحاسيس ما للجسم الإطلاق ما عدا الشم لأنه يجي مباشر على الدماغ يمر عبر هذه المحطة relay station محطة زين تعتبر main relay station for the sensation except فقط smell to the cerebral cortex إلى station انتبع علي جينيريتر عظيم يجي يجهز كل البلد طيب بس أكو محطات كهربائية الفولتية اللي عاد صنع احنا من الجينيريتر الكبير بالآلاف الكيلو فيت زين كيلو فولت حتى يصير 220 فولت من اللي نظموا المحطات الصغيرة اللي هي بالطريق مثلا لاي المدينة أكلها محطات تعمل تجي تنظم تنزل من 2500 مثلا كيلو فولت إلى 220 فولت طيب من يعمل للإحساسات هذه من اللي ينظم لنا هذا هو الثنمص اللي ويقع شوف واقع بالطريق بين البرين ستيم اللي هي هذا اللي تنقل الإحساسات من الحمل الشوكي وتجيب ه للدماغ وكذلك من الدماغ يروح للحمل الشوكي إذن هائذا ما واقف تلم بالطريق بس من يفلت من لأن السميل من الأنف ينزل هنا الإحساسات مالته فييجي وحاسة الشم تكون خارج نطاق هذه المسار الآن ما هو الهايبوثالمس من اسمه هيبوثالمس انتبع على النقاط يعني حرارة ايش قدنا سبعة وثلاثين ارتفعت ثمانية وثلاثين نزلت من اللي نظب هايبوثالمس هل لك إرادة بي لا لا فإذن ما يقدر يعني يعني هو ما بإرادتنا احنا ترجل بفوت انتك جوعان شبعان طيب من حدد هذا الشيء الحيبوثالمس regulate the water balance and thirst عطشان ما عطشان شبعت طيب منو يحدد هذا الحيبوثالمس control sleep wake cycles يعني انت تنام تقعد نصبت والله عندي محاضرة بالتسعة لازم قعدان ثمانية ونوص معرف ايش طيب منو هذا ينظم لك هذا الشيء زين ايضا الحيبوثالمس control the endocrine system الغدد الصماء اللي موجود بجسمك منو ينظمه هو الهيبوثالمس اذن قدت فعاليات لو تتلاحظون كل هاي الفعاليات يعني تنظيم حارتك ولا الشبع ولا الجوع ولا العطش ولا النوم ولا هاي التنظيمات مع ال endocrine system الغدد الصماء هل لك إرادة بيها ما لك إرادة بيها إذن الهيبوثالمس المركز يعتبر of the autonomic nervous system إذن الأفعال اللا إرادية السكريش اللي يصير عندي أنا بالأمعاء خمانا أحدد كمية الإفرازات اللي تفرز عندي مثلا بالأمعاء أو اللي بالمعدة أو اللي بالغدة الكاظرية كل منو ينظم هايبوثالمس إذن الهيبوثالمس ملخص مفيد أنه هو عبارة عن الهي سنتر for the autonomic nervous system إذن الهي سنتر مهمة جدا هي يحفظوها الهي سنتر of the autonomic nervous system يعني الفعاليات اللا إرادية اللي تكون عندنا في الجسم هو اللي ينظم الهيبوثالمس إذن هذا هو الهيبوثالمس شوفوا هاي الصورة هذا هو الهيبوثالمس هذا كله الداينسيفالون الداينسيفالون أشيش من اللي عيني ثالمس هذه هي الإبيثالمس وهذه هي هايبوثالمس الهيبوثالمس هيقع بين الثالمس وبين البيتويتري جلاند وبيها هاي عصايا نسميها بتويتري ستوك ترتبط بغدة صماء هون نزون هذه الغدة نشوف بإنه البيتويتري هاي تكون هي تحت بالضبط من جملة الأشياء الستركترات الديب ستركتر اللي حكينا عنها أيضا أكون يوكلياي نيوكلياي أشنه نواات بما أنه نواات متكونة من خلايا فإذا إذا تركترات نيوكلياي ديب داخل الوايت ماتر وين متوزع داخل الوايت ماتر ما هي هاي النوايات وأشنه مهمة للايش يتبعون أي وظيفة عندي أولاً عندي أولاً كاوديات نيوكلياس كاوديات يعني مذنبة كاوديات نيوكلياس وعندي لينكي فورم نيوكلياس عدسية لينشيب وعندي أميكدولويد أميكدولويد يعني أميكدولا يعني لوز تشبه اللوزة سيت تقع في قمة الكاوديات نيوكلياس كل هذول النيوكلياس اللي أعيدهم أنا كاوديات نيوكلياس المذنبة لينتي فورم نيوكلياس وبيها تفاصيل أنا ما راح أتخلب تفاصيل بصراحة زين والأميكدولويد الأميكدولويد يعني اللوز اللوزية هذي تقع بالضبط بالتوب مع الكاوديات نيوكلياس واللينتي فورم تشبه العدسة هذول هاي المكانات هذا مقطع عرضي بالدماغ وهذه هي لاحظوا بين الوايت ماتر هذا والوايت ماتر وهذا الگري ماتر العميق اللي موجودين ديب ستركشور داخل للبرين طيب للايش الله عز وجل الخلق فونكشنالي بلونج ويدا اليمبك سيستم اليمبك سيستم اشنو هو اليمبك سيستم الذكاء ما لتك اليمبك سيستم الأحلام ما لتك اليمبك سيستم فإذن هذه الأشياء هي أيضا أشياء غير إرادية من عندنا وإنما هي مسؤولة عن هالشيء هذا لو ناخذ مثلا بالرديولوجي الشو نتبين لاحظ عيني هذه هي كاودة نيوكليس هذه لينتيفورم نيوكليس مثل العدسة ويستم صايرين لاحظهم هذا هو الثلمس باليمين واليسار هذا الأخضر وإيهون هذولة هذه لينتيفورم نيوكليس في وقادة طبعا ما مأشر عليه هنا الأميكدولة زين وهون الكاودة نيوكليس هذه البازل جنجلين إذن البازل جنجلين and thalamus and the thalamus the thalamus and the basal ganglion are readily identified with CT scan فإذن ممكن يشوفهم بالCT scan وهذه صورة الCT بيانت عندي الكاودة نيوكليس واللينتيفورم نيوكليس فوق الثلمس هذه هي مهمة ليش زين لأنه it solves to the basal ganglion may result in disorders of movement انتبع على هاي النقطة يعني هذولا نيوكلياس الكاودة نيوكلياس واللينتيفورم نيوكلياس اكو اشياء شوفو مرات مرضى عندك رشفة ما بيدو يعني مثلا تناوش ورقة يرجف 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 هذه هي من هو مسؤول عنه هذه النوكلياس الفاين موفمنت خالص خاصة عيني الفاين موفمنت زين فإذن الحقيقة الفاين موفمنت مسؤول عنه هذول الكاودة واللينتيفورم نيوكلياس اللي يعتبر بيزل سميت بيزا لأنه يقعون بالباسمال برين فوقعة الثالمس لاحظوا هذا الثالمس يمين ويسار ففوقعتهم كاودة نيوكلياس واللينتيفورم نيوكلياس اشجوا المهمة مالتهم مثل ما كنا البيزل قنجليان تساوي لينتيفورم نيوكلياس زاعت كاودة نيوكلياس هذول البيزل قنجليان الان ما يرزولت فروم ديس أوردر أوف موفمنت يعني إذا يصير خلل بهم ولهذا يعني هذا إحنا فائدتنا ليش نعمل أشيء على الدماغ ونكلف المريض سيتي سكان حتى نشوف إذا أكو ديس أوردر هون راح نشوف فرد نوع من الورام أو فرد شيء أو بمحلال أو فرد شيء هذا أشيء أدي طيب من اللي يدلني على هذا الشيء مثلا يجيني مريض يقول والله أنا حتى إذا تنطيني قلم ما أقدر أمسك القلم غلاس ما أقدر أمسك لغلاس زين ترجي فيدي ترجي فيدي ترجي فيدي نجي إحنا نحاول نسعى أنه نتوصل للتشخيص فنعمل له سيتي سكان حتى نبين البيزلينيوكلياي هذولا سواء كان كاو ديت أو لنتي فور ميوكلياس إذا كان بيها ديس أوردر حقيقة الثلمس إذا ينصاب مثل ما كنا بأنه ينطيني أيضا هو مسؤول عن الإحساسات كل التي يتمر من خلاله ما عادل اسمه الله من جملة الإحساسات التي يتمر بيها ثلمك فين فين اللي يصير عندك أو جاعب الجسم كلش قوية بدون أي سبب فهذه هي ادلني على هالشيء هذا إذن البيز بيزلينيوكلياي كووبرات with the cerebral cortex in the controlling movement لاحظ خليتولكم تحت خط فإذن الوظيفة ما لتي الوظيفة ما لها البيزلينيوكلياي controlling movement تتعاون مع السيربالكورتكس وتنظم لي الحركات ما للجسم إترسيف input from many cortical areas تاخذ عدة من عدة مكانات الإنبوت ما لتا evidence shows that they start stop regulate the intensity of the voluntary movement أشنو start يعني يبدأ stop يوقف regulate ينظم الانتنسيتي يعني الحدة أو الشدة مال مال إيش مال حركات مال الآن أنا حركت أصابيع انتبع عليه الأصابيع هاي الحركة أنا من بديته ولا وقفته ولا مثلا أجي أنا يعني أشوف بأنه الانتنسيتي الشدة مالتا يعني الشدة بقوة برخاوة هذي إذن بس الفولانتري الفولانتري يعني إرادية عيني يعني ما مثل حركة الأمعاء إحنا حركة الأمعاء ما بيدنا هذي بس بيدنا نحرك إدينا وخصائع خصوصا نفع الموقع إن صموي استميت the passage of time فإذن هذه هي تحددنا هالشي passage of time فنشوف بأنه لو تلاحظون the gray matter structure important gray matter structure visible on the CT image of the brain أش رح يبين بالCT الكورتكس الإنسولة المنطقة المعزولة اللي يتابع لها النظام هذا بيز القنجليان فإن شوف بأنه the gray matter of the cerebral cortex is formed in falls called gyri لاحظة يعني لاحظة هاي الفولز شوف gyri هذولا gyri note that the cortex appears whiter or denser than the underlying white matter فنشوف بأنه مبينين هذولا الكورتكس منتنا يبين كأنه يعني dense dense أكثر أزرق هذا تشوفه هذا هو يبين عندك بالإنسولة هذا طبعا مقطع ما CT scan لاحظة عيني the insula forms the inner service of the cerebral cortex found deep to the cerebius في شر الإنسولة أشنو هاي المنطقة أيضا بدماج سموها إنسولة حقيقة هذه يعني أشن إذا clinical significant maleta أنه إذا ما قدرنا نحدد منطقة الإنسولة الإنسولة يعني عبارة عن جزيرة نحن نسميها فإذا definition maleta ما تحددت معنى أنه أكو فرد middle cerebral artery مسدود وتعرفوا المدل cerebral artery أشنو يجي وينطيني إلى الكورتكس مال دماغ خاصة من منطقة lateral cerebral cerebral التغذية الدموية لهالشي هذا فهذه منطقة الإنسولة إذا يشوفوها مضمحلة يعني يعتبرون أنه أنه البلد معيصة الكافية لها خصوصا المدل cerebral artery أيضا هذه CT scan لاحظوا هذه أيضا CT scan عيني لاحظوا الكوربس كلوز ومشون يبين وهذه هي هاي كلت البيترينيكولياي هذول بهذه دراع أمامي ودراع خلفي وهذا كل تعيني هذول البيزل مثل ما يكونون النيوكلياي نيتي الآن موضوع جدا مهم هل الدماغ متروس ترس يعني كله خلايا ولياف لو أكو فراغ ببطنه طبعا يكون فراغ بطنه الناس يحين موضوع الفراغ يعني هل الفراغ هذا فارغ 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 ولا بيسائل لا بيسائل فإذا الناس لدي الفراغ مثل الماء. الغاية أنه يحافر عليه وكذلك يجهز تغذية ويسحب الأوساق من عنده. هذولا تذكرون ونسميناه third ventricle. إذن بداخل الفنتركل أكو مثل أوعية دموية يشبهون الأصابع يسموهم كورويد بلاكسس. هذه اللوعية الدموية أشتعمل تفرز السائل هذا كلير واضح كالرس تذكرون من واحد يصيب سحاية أشي يعمل يكونون يسحبوا ماء من ظهره ليش لأنه الماء نفسه هو هذا هو السياسف ويدخل إلى داخل القناة الفقرية ويدخل في داخل الحبل الشوكي ويسحبون هذا إذا يشوفوا مثل الماء ما متغير لونه ما صاير مثل الحليب زين هذا معناها كشي ماركة. أما إذا صار مثل الحليب أو دام أو هذا معناها مليان جراحة فيعرفون بأن الإنسان كان ينصاب بالسحاية فهذا من يفرزوا؟ يفرزوا الكورويد بلاكسس. الكورويد بلاكسس أشني؟ عبارة عن بيطانة مال ما للventricles زائد زائد إيش؟ الإبنداميا طبعا زائد البلوت فيسل وتفرز لي السياسف. The CSF flows within and around the brain. وين around the brain. بالصبع. الأكسس إذا تذكرون من حكينا عنه. And the spinal cord. يعني سواء كانت بالدماغ ولا الحبل الشوكي. To help the cushion. To help cushion it from injury. يعني إيشون يصير من عندك مثل ما عندك كيشن اللي هو إن إنسان من يتعرض. تعرفون الدماغ والحبل الشوكي محفوظ داخل صندوق هو السكال وكذلك بين الفقرات بالفقرات محفوظ بالقناة الفقرية. الآن لو كل واحد الحبل الشوكي من ينصدم أو يلتوي أو يقع أو هذا راح يشوفي أنه إذا ما كو كيشن هذا الـ CSF كان رأسا يصير بي إنجري. This circulating fluid is constantly being absorbed and reabsorbed, re-splenished. فإذا بشكل عام هو دائما يمتص هذا. أيضا أكو كورويد باللاي تمتصه وترجعه إلى الفنس ويبدأ الكورويد بلاكسس يفرس بمقابيله. الآن ما هي الفنترقلز اللي موجودة عدنة الرئيسية بالدماغ؟ there are two ventricles deep within cerebral hemisphere يعني في داخل فصي الدماغ. الآن أنا أريد أفتهم هذا إن أخي الصورة شوفوا عيني هذا باليمين وباليسار كذلك باليمين وباليسار. هذا نسميهم lateral ventricle. وهم موجودين بالسerebral hemisphere. فإذن there are two ventricles deep within the cerebral hemisphere called the lateral ventricles. اللي يحمنوا رقم واحد واثنين. Lateral ventricles. they both connect with the third ventricle. وين موجودة الثراث ventricle؟ موجود. وين؟ هذا هو الثراث ventricle. نينهم يتصلون مع الثراث هذا الثراث ventricle. وين؟ ما لاحظتموا إنه؟ بالسنتر بالضبط مع الدماغ. هتلاحظ أشكوا عندي بالسنتر من الدماغ. أكد آنسي فالون يمين ويسار فهو بيناتهم. عن طريق فتحة. هذه هي الفتحة. يسموها فورمن أوف مره. The third ventricle الآن رح يقب بحده لا. It connects to the fourth ventricle. طيب وين يصير الفورث ventricle؟ هذه هي. شوفوا. هذه هي الثراث ventricle اللي هو يقع بين الbrain stem وبين السريبيلم. هذا أيهون. فإذاً صار عندي أربع ventricleات رئيسية. تبع عليها. Lateral lateral ventricle. والثيرد ventricle بين الدينسي فالون. وهذا هو الفورث ventricle بين السريبيلم وبين الbrain stem. هذا الفراغ اللي هو بين السريبيلم. هذا هو السريبيلم وهذا الbrain stem. فهذا الفراغ يجي ويكون للفورث ventricle. طيب ينتهي؟ لا ما ينتهي. بمن اتصل مع السنتر الكنال اللي تدخل داخل الحبل الشوكي. هذه السنتر الكنال اللي تدخل داخل الحبل الشوكي. فإذاً يعني. من الثيرد ventricle through a long narrow tube called aqueduct of sylivius. قناة تسموه aqueduct. تنوصل بين الثالث والرابع من الثيرد ventricle إلى الثيرد ventricle. from the fourth ventricle the CSF flows into the subarachnoid space where it baths and cushion the brain. إذن من الفورث ventricle لو نيجي علي هذا الفورث ventricle أكو فتحات واحدة نسميها lateral واحدة نسميها medium foramen. هذه وتروح على subarachnoid space فإذاً صار CSF داخل الدماغ والحبل الشوكي وكذلك حوالين الدماغ والحبل الشوكي. so it flows into the subarachnoid space. بالسubarachnoid space مثل ما حكينا اليقع بين ال điاء ماتر وبين الأرachnoid ماتر where it baths and cushion the brain. CSF is recycled or absorbed by a special structure in the superior cervical venous sinus called the arachnoid villi. مثل ما كنا البالانس is maintained between the amount of CSF that is absorbed and the amount that is produced فأكو بالانس بين آتم بكمية السائل المفروزة وكمية السائل المسعوبة أي disruption أي خلل أو blockage أو انسداد in the system can cause a build of CSF which can cause enlargement of the ventricle ليش إذا صار انسداد باي القنوات هاش راح يصير راح يصير تضخم بالventricle يسموه hydrocephalus تذكرون اكو ناس يجونا رأسه هالكوبراتو صاير خاصة عند الاطفال وقت نسد القناة هذه زين فشو بي انه الاطفال بعد رأس الطفل غضروفي فشوف الراس كبير كل شي صر طولان كبير هذي يسموه hydrocephalus هذا معناها القنوات ما CSF كان نسدد في أحد المكانات أو cause collection of the fluid in the spinal cord أو يسموه سرينجومينجومة هذي سرينجوميلية أيضا تكون حوالين الحبل الشوكي تجمع بالسواعد إذن أنا اللي همني فقط أشنو تبع لهاي النقطة أنه CSF أشنو CSF عبارة unclear colorless fluid سائل عديم اللون صافي ذات سيركوليت in the ventricles and in sub-araclonal space فإذن وين موجود CSF في منطقتين بداخل ventricles يعني داخل الدماغ وكذلك بالsub-araclonal space حوالين الدماغ والحبل الشوكي إذن منطقتين عيني هذي نركز عليها بالventricles موجودة بالبطينات ما الدماغ وكذلك بالsub-araclonal space بتحت الشبكية اللي موجودة عدنا حوالين الدماغ بالsub-araclonal space يعني تحت الأركنال ما ترى تسموها الأخشية السحائية تبث تسبح the exposed series of the central nervous system and completely surround it ليش حتى تتحفر عليها it performs several important functions أشنيها الفunction ما CSF protection حماية environmental stability يعني التبات it formed by the choroid plexus هذا إذا من ينشأ بيش منو يفرزو أكو شيء اسمه choroid plexus in each ventricle موجود عدنا choroid plexus produced by secretion of fluid from the epindymal cells originate from the blood plasma كان هو blood plasma and it is similar to blood plasma بصراحة هذه هي فكرة عامة عن CSF الآن ما هي ventricles كلتكم تهتموا البطينات الموجودة بالدماء أولا lateral ventricle they are two in each hemisphere موجود واحد باليمين واحد باليسار نين هدولا third ventricle نين it is slit between the thalamic cups between the dyncephalon والثalamus هو جزء من dyncephalon فإذا يقع بين two halves of the thalamus هذا third ventricle fourth ventricle between the brain stem and cerebellum مواقع لازم نحفظ between the brain stem and cerebellum بين المخيخ وبين الجذع الدماغي هذا هو the fourth ventricle أعيد ما قلتوا الآن ventricle مع البنين lateral ventricle طيب إذا أحس أن وين يقعون in each hemisphere في داخل كل hemisphere right ولا left ما cerebrum زين third ventricle it is slit between the thalamic cups أو between the dyncephalon كلام مكصح between the brain stem and cerebellum هذه النقاط المهمة طيب الفورامنات اللي أشوف الفورامنات هي channel between the lateral ventricle وبين third ventricle خلاص هذه foramen of monroe cerebral aqueduct between the third and fourth إذن channel between the third and fourth خلاص ventricle median lateral aperture هذول الفتحات الحكي يتعنم حتى يطلعون على الصبار clove space موجودين فقط بال fourth ventricle هذه هي كل ما عدنا بالنسبة إلى ventricle الآن لو شوفون هذا هو لاتر ventricle العيني بشكل الحرف بالحرف كل هذا بال مقلوب طبعا امتداداته هذا هو third ventricle بالوسط between the two thalamite أو between the dain cephalon الكافيتم dain cephalon وهذا هو الفور ventricle اللي هو بين السريبيلوم بالخلف وبين البريين استيم بالأمام الآن هذه فرمن of monroe توصل between the lateral ventricle and the third ventricle وبعدين عندي cerebral aqueduct يبدأ CSF يجي من الثارث ventricle الى يروح على fourth ventricle هذه سموها cerebral aqueduct والآن الفورث ventricle الحقيقة بيه فتح median aperture هذول فتحتين هذول فتحتين ويصب روح روح على الصبر الان الفورث ventricle بيش يتصل يتصل بال sanitaral canal تعتبر الcontinuation مهل له لحظوا عيني هذه CT scan third ventricle يبين واضح بيها the third ventricle is located centrally هذا هو الأصفر أو الأخضر third ventricle هذا الأصفر العبو زين the lateral ventricle communicate with the third ventricle هذه من خلال فتحة تمينها فورمن وهذه هي third ventricle فإذا هذا lateral ventricle واحد باليمين واليسار واحد باليمين وهذه الفتحة الفورمن راح يصير الراس كبير ليش لأن CSF يبدأ يفرز يفرز يكبر الراس وبدون ما يصير عندي تضخم بال ventricle ليش لأن مع يمتص مزدود الطريق معنته إذن CSF faces حقيقة the brain is surrounded by cerebrospinal fluid within the cell kai min fichar basal cisterni إذن هذه كل CSF حواليها CSF is also found centrally within the ventricle مثل ما حكينا telkai fichar basal cistern and ventricles together form the CSF spaces also known as the extra axial spaces CSF is of a lower density than the gray matter and white matter of the brain therefore it appears darker on CT then should be CSF راح يبين CT أعمق من البقية من white matter and gray matter and appreciation of normal appearance of CSF spaces is required to allow assessment of brain volume then then the brain volume من خلال حجم الدماغ يتحدد من خلال CSF الآن السلك the brain service is folded by folds of cerebral cortex known as gyri between these gyri there are furrows this is known as which contains CSF now let's see this if we get it let's see this choroid pluxus lateral ventricle ventricle هذا third ventricle وهذه cerebral aqueduct وهذا هو fourth ventricle شوفوا عيني هذه صورة حقيقية شوفوها لاحظ بينه here lateral ventricle here third ventricle وهذه cerebral aqueduct between lateral ventricle and third ventricle here CSF جاء الشكل مشي دخل بالcerebral aqueduct جعل fourth ventricle اللي هو هذا اللي هو between the cerebellum and brain stem هذه اللي brain stem ويخرج من خلال فتحات يسموهم medial and lateral aperture الى sub arachnoid spin شوفوا عيني لو تلاحظون هذا هو مقطع عرضي بالbrain وراح نشوف بأنه الشون مبين واضح عندك الاسبيسيز ما CSF الشون شوف ايه هون هذا third ventricle راح يكون عندك وهذا هي cerebral aqueduct وهذا وال fourth ventricle وهذا يشوف الشون CSF كنلتف حوالين السريبيل اللي مطلع من هاي الفتحات ما الميدين والlateral aperture of the brain شوف هذا هو عندك lateral ventricle وهذا lateral ventricle ايضا حقيقة اللي يكون عندي هذا هو fourth ventricle هذا الاحمر اللي between the brain brain stem هذا الbrain stem وهذه هي cerebellum فبالضبط بين هذا الاحمر وال fourth ventricle هذا هو fourth ventricle الآن الدماغية اللي تفصل اللي تفصل هذه وهذه مرات يطلع عندك calcified structure calcified structure يعني اشنو يعني يتكلسون قسم الجزاء there are several structures in the brain which are considered normal if calcified وهي طبيعيا يتكلسوا مع العمر knowledge of these structures help to avoid confusion حتى لا نخطأ بي معناها اذا شفتوا تكلسات موجودة عندي بالسيت كاما الانسان عمره بالستين سبعين سنة ما اخاف انا وانما هاي حالة طبيعية especially when considering if there is intracrin اللي همارج بريزن احنا نخاف من ايش لأنه لا تتوهمون بي لا تحسبون هذا هو نزيف اكثر شيء كاللسون هي الكورويد بلاكس الكنيال البيز الكنجلين والفالك سريبري ورح نشو صور بيه كمانلي كالسيف structure of the brain include الكورويد بلاكس مثل ما كنا الكنيال الكنيال بيز الكنجلين والفالك سريبري use of CT that is the bone window is helpful differentiating كالسيف structure from acute همارج فإذا الـ CT هو أشي يفيدني بأنه يفرق بين النزيف وبين التكلس اللي يصير بالحالات الطبيعية ولاحظوا شوفوا هون مثلا هذه الصورة هذه كالسيف كالسيف هذا ما نزيف من أشوف هذا شيء أبيض موجود عندي هاي كورويد مجرد CT scan طبعا وكنت كلست لا أكثر ولا أقل شوف أيضا هون في نيال لاحظت شون كنت كلست هذه هاي كالسيفايد فاكس فالكس فإذن ما يعتبر حالة غير طبيعية الآن لو ناخذ مثلا الآن نفرد مقطع عرضي هون زين وهذا أخذنا CT scan إحنا زين فنشوف بأنه أيضا تفاصيل الدماغ راح تكون تبين وتفيد عندي لاحظ عيني هذا هو الحبل الشوكي وهذه هي هذا هو هذا هو الbrain steam اللي راح نأخذها الساعة زين وهذه السريبيلوم وبين الbrain steam وبين السريبيلوم فراغ هذا هو الفورث بنتريكو هذا هو الفورث بنتريكو لاحظوا هذا أيضا مقاطع أن نأخذ ما سيجي تسكان هذه الكوربس كولوزم هذا اللاترال بنتريكو هذا الثيرد بنتريكو وهذه السيربر الأكويداكت وهذه الفورث بنتريكو وهذا هو الحبل الشوكي هذه البونز والميدال وبلنقات اللي هم الbrain سيم وهاي هي السريبيلوم هذا أيضا مقطع عرضي أيضا آخر مقاطع مختلفة راح نشوفه احنا ما مطالبين بأنه أنه نعرف بس الأجزاء هذول لازم نعرف زين أما المقطع هذا العرضي ما راح نشوف احنا هون راح نشوف بأنه نشوف مر بهالمكان هذا خذ المقطع شوف أنا ليش رويتكم يا أنه نحن نقدر نعمل سيتسكان مختلف المقاطع ما الدماغ يعني لجو لفوق فتبين الأجزاء بشكل واضح عني لاحظوا الآن شوفوا شوفوا هذا سيربل هل البرين ستيم هاي واضح جدا هاي الأجزاء كل واضح الآن بقعدنا شي بسيط ما هو البرين ستيم هذا أنا حقيقة راح خليكم إن شاء الله إلى المحاضرة القادمة مع البلد سيبلاي راح ينشرح لأنه شوية المعلومات صارت كثيرة بهالمجال هذا أي سؤال طلاب عيني رجاء أي سؤال السلام دكتور ماكو رسول الله بارك بك فإذن هذا إن شاء الله نحن أخذه مع تتمة المحاضرة الجاية ليه هم بلد سيبلاي مع البرين فمن جملته راح البرين ستيم نضيف معها إن شاء الله بلد سيبلاي بلد سيبلاي بلد سيبلاي